ومين قال ان كبرت عن مدرسة؟ بدأت اليومي بلمون جينجر ماتشا شات انا اللي عملاها وروحت بكل طاقة على مدرسة الطاقة بصراحة كنت متوترة عشان فاضل ايام على ايفانت الماتشا الجديد بتاعنا فقلت افصل واروح اتعلم حاجة جديدة اخدت كورس مدته يوم بيكون عن قواعد الوصفات السهلة والسريعة مناسبة جدا للصيف طبعا شربت ماتشا ومودي كان حلوة قوي عشان اول وصفة عملناها كانت صلطة اتعلمت طريقة التقطيع الصح وشوية حاجات تعلمها لكو عشان تعملوا درسة يوم يوم احسن حاجة عجبتني في الكورس ان الشيف كان بيدينا القواعد والاصول بتاعت كل وصفة ومش مقادين معينة لازم نمشي عليها ودي اكتر حاجة بحبها اشوف ايه عندي في التلاجة وممكن يطلع منو وصفة عاملة ازاي وهنا بقى كانت اول مرة اعملت شيكن كاسدية مظبوطة زي اللي باكلها في المطاعم واكلتها مع الشيكن سيزر سالد وده بقى الرز الاسيوي بالاناناس استدنوا مني قريب جدا ياه اليوم كان طويلة او يا جماعة عملنا كمان صدور فراخ بالكريمة واللمون بس انا قررت عملها لكو بطريقة لاي استمتعت جدا وتعلمت حاجات جديدة وتهرفت على ناس جديدة على فكرة انا روحت لوحتي وديكت احلى حاجة عملها لنفسي عشان اقلت تقطروه في اخر اليوم اخدت شهادة براوفو نوني